فصل جديد لما يصفه اللبنانيون تندراً بدويلة حزب الله داخل الدولة اللبنانية المكان هذه المرة مطار رفيق الحريد الدولي في بيروت أما النشاط فهو تحويله إلى محطة لنقل وتوزيع المعدات العسكرية وحتى الأسلحة الإيرانية وهي نص التهريب السلاح من إيران لحزبه على مطار بيروت وتفيته على البنان وتفيته على سوريا حزب الله يحكم سيطرته على المطار عبر نشر ممثل ميليشياته في المرافق الرئيسية ونصب شبكة كاميرات مراقبة مرتبطة بغرف تحكم تتبع للحزب ومستقلة عن الأمن الرسمي للمطار فحزب الله فاتح مخازن المطار أمام الوحدة المعروفة بـ 8000 وتتبع فيلق القدس في الحرس التوري الإيراني حيث تقوم بترتيب وتخزين المعدات العسكرية والأسلحة والأموال والبضائع المعفاة من الجمارك ومن هناك تقوم بنقل الأسلحة وتوزيعها في المواقع والبلدان التي تريد طهران أن تعبث بأمنها إقليميا ولتسهيل هذه المهمة قام حزب الله بإضعاف الترتيبات الأمنية المعتمدة وفق المعايير العالمية في المطار ما دفع شركات عالمية إلى اتهام سلطات المطار بالمساومة على إجراءات الأمان المعتمدة دوليا في المطارات وأحداها بريتش إيرويز التي أوقفت نقل البضائع من مطار رفيق الحريري منذ فبراير الماضي المساومة على أمن المطار وفق المعايير الدولية آثار المخاوف من استغلال مجموعات إرهابية كداعش هذه الفجوات حزب الله كان قد وضع يده على المطار منذ سنوات خلت كما أن إقالة الحكومة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير هذا القرار أولا هو بمثابة إعلان حرب وكان أبرز أسباب اجتياح الحزب للعاصمة اللبنانية في السابع من مايو عام 2008 وقبل اجتياح بيروت لمح النائب وليد جنبلاط إلى أن حزب الله وضع كاميرات يراقب من خلالها حركة القادمين والمغادرين كل شيء عند الإيراني وعند حزب الله هو أمني وهو ما ربطه فريق الرابع عشر من أذار باغتيال عدد من رموزه رول الخطيب العربية